كيف سينتهي هذا الكون الأساطير السائدة في زمن نزول القرآن كلها كانت تؤكد أن هذا الكون خلق منذ الأزل وسوف يستمر إلى الأبد كان الفلاسفة الملحدون يعتمدون على هذه الفرضية لتعزيز إلحادهم وأنه لا يوجد خالق للكون لأن الكون موجود هكذا منذ الأزل مليارات تريليونات السنين لا مشكلة المهم أن الكون غير مخلوق موجود هكذا بنجومه بمجراته بكواكبه بكل شيء وأن هذا الإنسان خلق وسيبلى ويفنى وينتهي مثله ومثل أي مخلوق يمر على هذا الكوكب ولكن الحقيقة في نهاية القرن العشرين وجد العلماء أن هذا الكلام غير صحيح وجدوا أن كوننا يتوسع باستمرار وأن الطاقة الموجودة في الكون لا تكفي لتوسع الكون للأبد سوف يصل إلى نقطة محددة هذا الكون من التوسع ثم يبدأ بالانكماش على نفسه ولكن النهاية ستكون مأساوية لن يعود كما كان بهدوء بل سيعود بطريقة عنيفة جدا لذلك يقولون أن النهاية الحتمية للكون ستكون عبر ما تم اقتراحه مؤخرا Big rib يعني التمزق العظيم طبعا كلمة rib ريب ريب باللغة الإنجليزية تعني الإنشقاق أنا قبل أن أكمل أيها الأحبة تحضرني آية عظيمة الله سبحانه وتعالى يقول فيها فيومئذ يوم القيامة وقعت الواقعة وإن شقت السماء فهي يومئذ واهية يعني ضعيفة مفككة مدمرة مبعثرة هذا بالضبط ما يقوله العلم الحديث قوى الجاذبية الكونية سوف تنهار في نهاية المطاف أيها الأحبة وبالتالي ما الذي يجعل الكون قويا الآن متماسكا موجات الجاذبية التي تم اكتشافها مؤخرا وتحدثنا عنها هذه الموجات من الجاذبية التي يعني أسميناها أمواج الحبك والتي ذكرها القرآن في آية عظيمة أقسم بها قال تعالى والسماء ذات الحبك هذه الأمواج من الجاذبية والتي نشأت في جزء صغير من الثانية يعني واحد على تقريبا تريليون 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 يعني عدة مرات تكرر هذه التريليونات لتصل إلى من الثانية ضمن هذا الجزء الصغير جدا 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 غير مرء وغير ملموس وغير مدرك من الثانية نشأ هذا الكون ونشأت هذه الأمواج أمواج الجاذبية الثقالية وانتشرت في الكون وهيمنت على الكون وجعلت هذه القوى متماسكة تمسك الكون هذه القوى الحقيقة ستنهار في النتيجة في النهاية ستنهار وسيصبح هذا الكون ضعيفا مادته ضعيفة مثل خيط العنكبوت ما الذي يميز بين بيت العنكبوت وبين قطعة فولاذ هنا ذرات وهنا ذرات ما هو الفرق معناه أن خيط العنكبوت كمادة كمادة فيزيائية أقوى بكثير من الفولاذ المادة التي صنع منها خيط العنكبوت أقوى بكثير من الفولاذ ولكن عندما تضع بيت العنكبوت هنا وتضع قطعة فولاذية هنا الفرق واضح هذه أقوى بكثير ما هو الفرق بين قطعة الفولاذ وبيت العنكبوت الفرق هو القوى الهائلة الموجودة بين ذرات الفولاذ الموجودة في هذه القطعة بينما هنا القوى الضعيفة مفككة لذلك بيت العنكبوت مفكك وضعيف لذلك قال تعالى وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إذن أيها الأحبة دققوا معي أنا لدي آية تقول إن السماء ستنشق وتصبح ضعيفة لا يوجد قوى التماسك والعلم الحديث يؤكد أن السماء سوف تنشق عبر ما يسمى بيجرب التمزق أو الانشقاق العظيم وستكون أيضا ضعيفة وواهية لأنها في تلك اللحظة يكون الكون قد توسع بشكل كبير جدا ولم تعود قوى الجاذبية قادرة على السيطرة فينهار الكون على نفسه وتتشتت المجرات وتتباعد عن بعضها طبعا هذه النظرية برزت كنتيجة للحسابات الرياضية أيها الأحبة حسابات أجراها العلماء على الكون واحد زائد واحد يساوي اثنان يعني لغة الرياضيات لا تعرف المجاملة الرياضيات تقول إن الكون له نهاية وأن الكون لزج لزج جدا وليس كما نعتقد أنه فضاء له كثافة معينة الكون له كثافة أيها الأحبة مثل الماء مثل الهواء وإنه بناء محكم طيب التمزق العظيم سوف يحدث في نهاية المطاف وطبعا العلماء يضعون مليارات السنين غير مهم القرآن لا يحدد لنا متى تقوم الساعة هذا أولا ولا يحدد لنا متى ينتهي الكون هو يعطينا حقيقة كونية تقول إن الكون سينتهي بصورة مرعبة وهناك آيات كثيرة أيها الأحبة على فكرة هناك آيات كثيرة إذا السماء إذا السماء فطرت تشققت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت آية أخرى إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت آية ثالثة تحدثنا عن عمليات انشقاق وانهيار في الكون إذا السماء انشقت وآية أخرى وإذا السماء كشطت لذلك أنا الآن لدي نظرية شبه مؤكدة كل الدلائل تشير إلى أن هذا الكون سينتهي سيتوقف عن التوسع سينهار على نفسه وفق ما يسمى بالانشقاق العظيم بجرب هذا الانكماش يقول بعض العلماء إنه سيعود كما بدأ نقطة واحدة لأن الكون بدأ من نقطة وتوسع وتخلقت هذه المجرات وهذه الأجرام السموية وأنه سيعود وينكمش وينطوي بطريقة مرعبة ويعود نقطة واحدة كما بدأ طيب هذا الكلام أيها الأحبة الذي يعني ينشره العلماء اليوم في في عام 2021 أن القرآن العظيم أنبأنا عنه بكل وضوح بكل وضوح أيها الأحبة القرآن ماذا يقول وهذه آية أوجهها للمشككين بالإعجاز العلمي يقولون أنتم تغيرون معنى الآيات الله تعالى يقول يوم نطوي السماء يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إن كنا فاعلين سبحان الله النظرية العلمية التي ينطق بها العلماء اليوم عام 2021 جاءت بأسلوب أكثر بلاغة وأكثر يعني تعبيرا في القرآن الكريم قبل أربعة عشر قرن يوم نطوي السماء إشارة إلى الطي والانكماش أنت متى تطوي الشيء يكون مفتوح وتطويه إذن إشارة إلى الانكماش وإلى عودة الشيء كما كان كما بدأنا أول خلق نعيده إذن أول خلق كيف بدأ القرآن ماذا يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا يعني سدا كتلة واحدة ففتقناهما الفتق هو يعني التباعد تباعد الأشياء عن بعضها وكلمة الرتق والفتق يعني مناسبة للنسيج والقماش وبالفعل الكون أثبت العلماء في دراسة تحدثنا عنها أنه نسيج كوني مجرات تتوضع على شكل نسيج محكام يسمى الحبك الكوني فكما بدأ القرآن يقول أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حيئ فلا يؤمنون هذا في البداية ثم يقول تعالى يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده نعيده سيعود هذا الرتق والفتق سيعود سدا أو كتلة واحدة وعدا علينا إن كنا فاعلين أنا سأختم بسؤال فقط أوجهه للمشككين كيف علم النبي عليه الصلاة والسلام أن بداية خلق الكون كانت كتلة واحدة ثم انفتقت وكيف علم أن الكون سيطوى على نفسه ويعود كما بدأ والله إن هذه الآيات لا تشهد على أنه رسول صادق في دعوته من الله تبارك وتعالى نسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بهذه المعلومات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حتى يتبين لهم أنه الحق